رئيس المدير العامل مجمع سونالغاز مصطفى قيتوني عن جاهزية دفتر الأعباء المتعلق بمشروع إنتاج طاقته الشمسية بواقع 4000 ميجاوات مضيفا على هامي شيطة شينه لمحطة جديدة لإنتاج الكهرباء ببلدية تيشي في ولاية بجاية أن الملف قدم لوزارة الطاقة وسيشرع في الإنتاج قبل سنة 2021 ورأسنا رابح صايش رصد التالي سيئتين حية سسمى الممجرزية وراء قطعها مع سنة المنكوات تصبح لنصابتين لوزارة الطاقة في هذه المنور التالي سيكون فأسنا مجرد فلا وین المنور التالي وأرد أن يؤمنون التالي وذلك كل شيطاقة للتالي يجب أن يكون هناك مختلفة أو مختلفة مع الألغيريين يجب أن يكون هناك مختلفة من الألغيريين يجب أن يكون هناك مختلفة في الألغيريين هذا وأضاف رئيس المدير العام لمجمع سونالغاز أن الزيادة في سعر الكهرباء غير مطروحة في الوقت الراهن كشفا عن عقد اتفاق مع البنك الوطني الجزائري من أجل الدفع الإلكتروني لفوتير استهلاك الغاز والكهرباء على أن يدخل ذلك حيث الخدمة بداية من شهر فبري المقبل نحن نتحدث عن الوطني لتصنع مقابل 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 ونحن نتحدث عن الوطني جنويل وفبري سنعود إلى المقابل نحن نتحدث عن قائل هناك بعض التخطيرات في نتحدث عن الوطني التركيز نتحدث عن الوطني تخطير لكننا نمحن نتحدث عن الوطني اليوم هذه أجابنا على انتحدث عن الأجراء وليس نتحدث عن الوطني لماذا يتحدث عن الوطني نسخط الوقت ليس لدفظورة للمنزل شكرا